ومعنا منك بول بلال لسواري الباحث السيسي سيد سواري ماذا ترى في اجتماعات بومبيو الآن مع قادة الطالبان وأيضا مع ممثلي الحكومة الأفغانية هل حملت برأيك أي مؤشرات إيجابية فعليا على حل حالة المفاوضات يعني بعد شهرين مما يوصف بالزمود فيها أعتقد أن هناك ضغطا كبيرا جدا من طرف الأمريكيين على الطالبان وعلى فريق المفاوضات الأفغاني من أجل أن يتفقوا على إجراءات معينة وأحد أفراد الفريق الأفغاني قد استضاف الفريق في بيته ومنذ بضعة أسابيع كانت هناك منوشات كلامية واجتماعات متوترة بين الطرفين ومجموعة العمل توقفت عن السير بهذه العملية في ذلك الوقت وقد رأينا الكثير من المفاوضين وقالوا لاحقا بأنهم قاموا بتقدم كبير وألح الطرف الأفغاني بأنه يجب أن يكون هناك وقف شامل لإطفاق النار وإلاه فإنه يجب هناك خفض واضح في مستوى العنف ولكن مما رأيناه على الأرض فإن مستويات العنف قد زادت ولا يوجد وقف لإطلاق النار حتى الآن فعلا وفي هذا الموضوع هذه اللقاءات الآن سبقها هجوم صاروخي تبناه تنظيم الدولة كيف يمكن أن ينعكس ذلك على المشهد؟ ما الرسالة من هذا القصد؟ إن الحكومة الأفغانية قد لامت الطالبان واتهمتها بتلك الضربة وقالوا بأنه في كل مرة يكون هناك فيها هجوم أو قصف فإنه في كل مرة لا يكون الهجوم لصالحهم سياسيا يدعون بأن من قام به هو تنظيم داعش أو غيره قد يكون هناك حل فيما يتعلق بالقتال ضد الدولة الإسلامية ولكن في الوقت الحالي نحن نتحدث عن فقد كبير للثقة عن بيئة فيها فقد للثقة بين الطرفين الأفغانيين وقال أحد المسؤولين الأفغانيين البارحة بأن الأمم المتحدة يجب أن تفرض عقوبات على قادة الطالبان وهذا الأمر لم يرحب به قادة طالبان ومفاوضها فالمسألة ليست مسألة الميدان ميدان القتال ولكن نرى بأن الطرفين كلاهما يتهم الآخر ويحاول إهانة الآخر وهنا نرى أيضا بأن الحكومة القطرية والحكومة الأمريكية والبدال الأوروبية كلها تعمل بجد من أجل أن لا تفشل هذه العملية ولكن ألا تعتقد سيد السواري بأن القصف يمكن أن يكون رسالة الآن غير مباشرة للأمريكيين تدعوهم إلى عدم الانسحاب؟ حسنا لقد رأينا هذه الاتهامات لقد كانت الطالبان منفتحة علنيا باتهام الحكومة الأفغانية بأن الحكومة تريد التخريب وتريد تخريب السلام وتعمل على ذلك دائما وأعتقد الأمر المفقود هنا هو بيئة الثقة وهناك نوع من التقدم على طاولة المفاوضات الذي قد ينجم عنه إما خفض مستويات العنف في الميدان أو وقف شامل لإطلاق النار وعلينا أن تذكر بأن الحكومة الأفغانية قد لامت الطالبان لمستويات العنف المرتفعة وتقول طالبان للحكومة وتتهمها بأنها تشنوا ضربات الجوية والهجمات الليلية ولم تطلق صراح كافة السجناء من الطالبان ولكنني أعتقد أنه في نهاية المطاف من يدفع ثمن كل هذا الأمر هو الشعب الأفغاني فهم الذين يدفعون الثمن الغالي جدا وقد رأينا مقتل 14 شخص على الأقل في العاصمة كابل ومنهما أخوين كان هناك بعض العوائل التي كانت تتناول فطورها وبعض الأشخاص ومنهم امرأة لا زالت في حالة غيبوبة فالجميع لا زال يطالب بوقف شامل لإطلاق النار شكرا جزيلا لك بلال سواري الباحث السياسي منك